أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتعي الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طوعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفا بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أني أول خوف أزاع به وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِلْ أَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْ بِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَكَ كَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنْكِيلًا من يشفع شفاعة حسنة يكله نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكله كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله لا إله إلا هو لا يدمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ لحظ ganze fu йارس